فرحب بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهر الأول فرحب بأختي فرحة أهلا بيك يا مارينا أهلا يا فرحة أهلا يا فرحة النهاردة حلقتنا بعنوان رعب محمد من التوراة صح وإحنا النهاردة هنشوف هل ممكن نبي يخاف من كتاب من عند ربنا قبله؟ صح وإحنا الأول هنبتدي بمين؟ هنبتدي نشوف إحنا بنقول أن محور الكتاب المقدس كله هو إيه؟ هو التوراة صح المسيح في التوراة والإنجيل لأن التوراة تتنبأ عن المسيح صح والمسيح جاء فدي البشارة عن المسيح جاء هل محمد كان بيخاف من التوراة؟ هنشوف نشوف الأول نبتدي نشوف كده في لو أربع بيقول إيه؟ وجاء إلى النصرة حيث كان قد تربى بيتكلم عن المسيح ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ فدفع إليه سفر أشعياء النبي وسفر أشعياء النبي ده إيه؟ من العهد الأديم ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوب فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسرية القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنصحقين في الحرية وأكرس بسنة الرب المقبولة ثم طوى الصفر وسلمه إلى الخادم وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه فابتدى يقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم يبقى المسيح كعادته كل يوم سبت كان بيروح المجمع كي يهودي المجمع ورحوا يعني بيقدموا سفر أشاية ففتح السفر الأشاية فأرى نبوءة عنه صح فبعد ما أرى النبوءة لما قعد الناس كلها كانت شخصة لي بصّلوا وقوة رح قال لهم إيه إنه اليوم قد تم المكتوب في مسامعكم النبوءة دي تحققت فيها يبقى المسيح ما كانش بيخاف يقرأ الكتاب المقدس أو العهد القديم يعني لأنه بيوري لهم حاجة مكتوبة عنه محدش خاف محدش خاف غير إيه غير اللي إحنا هنشوف دلوقتي إن الرسول كان بيترعب من العهد القديم طيب خلينا برضو أشوف من الإنجيل برضو في متة 11 بيقول إيه أما يحنى فلما سمع في السجن لما يحنى تسجن يعني يحنى ابن زكريا بأعمال المسيح أرسلت نيم من تلميذه وقال له أنت هو الآتي أما ننتظر آخر فجابهم يسوع اذهب واخبر يحنى بما تسمعان وتنظران العم يبصرون والعرق يمشون والبرس يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبة لمن لا يعصر فيه سؤال أبني أتكمل سؤال أنا دلوقتي المسيح بيقول لدلميذ يحنى روح يقول للي يحنى العم يبيبصرون العرق بيمشون الأموات بيقوموا ليه بيقول له كده لأن يحنى ده يهودي بالزبط وعرف الكتاب فاهم كويس جدا الكتاب وبعدين يحنى بيقول له هو أنت يعني شوف يحنى بيقول له منتظر المسيح كل الناس مستمع المسيح هل أنت المسيح أولا ننتظر آخر فراح قال له النبوءة تحققت بص النبوءات هتتحققت في إزا لأن في نبوءات لبعطول الدلو في نبوءات إن المسيح ده لما يجي العلامة الدلو العلامة إن المسيح لما يجي دي نبوءات هتتحقق إن العم يهيبصر الأعرق هيمشي الميت هياحيا الصم الصم هيسمع فلما يقول له كده يحنى هيفهم إنه هو خلاص صح صح وهو المسيح ما قال لهش بص أنا آه صح ما قال لهش أنا قال له العلامة الموجودة في العهد الأديم قال له البرهان بالزبط قال له البرهان اللي يثبت إنه هو المسيح بالزبط فالبرهانة كان برضو ده بينطبق على إيه في العهد الأديم يا جماعة موجود في صفر إشراعية بيقول إيه حيناء زن تتفتح عيون العم شوف اللي قاله اللي يحنى أيوة وأزان الصم تتفتح حيناء زن يقفز الأعرق كالأيل ويترنم لسان الأخرص لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر هنا قادي النبوء اللي قالها أشعية اللي بعتها المسيح ليحنى عشان يتأكد إنه هو المسيح المنتظر وكمان حاجة مهمة برضو كتير من الأخوة المسلمين ما عرفوهاش يا فرحان المسيح ليس اسم صح دي وظيفة يعني المسيح ده لقب يعني مش واحد هيتولد يبقى اسم وهو زي ما القرآن بيقول اسم ما هو المسيح عيسى بالضبط يعني اللي كتب القرآن مش عارف مش فاهم العهد القديم مش فاهم نبوءات عن لأن أي ملك كان يسمى مسيح مسيح الرب عند اليهود فالمسيح هو الملك الملك معرف بقل ما فيش حد غيره المسيح فهما مستنين الملك المسيح الممسوح ده مش اسمه فهو بيقول له هو انت قال له اه يلا روح قل له قل له يوحدنا كذا 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 ممكن اوضح حتة صغيرة برضو أنا دايما بقولها بقول للمسلم بص يا مسلم رئيس الدولة ونفترض الرئيس الدولة بتاعي نعم اللي هو مين اللي هو السيسي هل مولود في شهد الميلاد بتاعته الرئيس السيسي لا طبعا هتقول له لا ما اسمه مكتوب في شهد الميلاد بتاعته عبدالفتاح السيسي وبعدين لما تعين من عشر سنين بقى اسمه الرئيس السيسي هل نسميه الرئيس والذي وظيفته اللي طرأت عليه نفس القصة المسيح ده لقب ما اسموهوش مامتو ما كدمتهوش في شهدت الميلاد المسيح اسمه يسوع 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 بص كده من الاخر اسمه يسوع في شهدت الميلاد مش المسيح عشان كده كانوا بيسألوا أنت هو ولا ننتظر آخر أنت هو لا هو المسيح يعني السامرية قالت له احنا بننتظر المسيح كل الناس هو مشتهى كل الأجيال وكل واحدة كانت بتنتظر أن هي اللي ربنا يديها ولد كل واحدة فكرها كده واللي مش بتخلف كان تقول ربنا ايه ده العار أنا في عار لأن الله مش راضي علي أن يجي من نسلي المسيح بالزبط فده كان عار عندهم عشان كده الشرق الأوسط دايما ايه عايز ولد طب انت عايز ولد ليه طب هم زمان كانوا فاكرين أن الولد المسيح يطير منه بالزبط يعني انتو مش بتصدقين الكتب دي هتصدقوا كلامي أنا ازاي موسى كتب عني خلينا نشوف بقى في الإسلام ايه في الحديث اللي احنا هنحطه على الشاشة بالتصحيح بكل حاجة بيقول كده في حشية مسند الإمام أحمد جاء عمر ابن الخطاب إلى النبي فقال يا رسول الله إني مررت بأخي لي من قريزة فكتب لي جوامع من الطورة ألا أعرضها عليك قال فتغير وك رسول الله وقال عبد الله قلت له ألا ترى ما بوك رسول الله وقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبو محمد رسولا فقال فالسرية عن النبي يعني بدأ استريح بدأ كان مدايق جدا قال لك يا حال طب الحمد لله الحمد لله مش يسبوني أم وقال والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين فدلوقتي أنت خايف ليه من كتب موسى خايف ليه بيقولهم إيه خلي باك يقولك لو أصبح فيكم موسى موسى دلوقتي لو جه وسبتوني علشانه هتكونوا إيه تضلين في حد يقول نبي يقول على النبي كده أصلا شوفي المسيح قال إيه قال الكتب بتاعت موسى بتشهد عني ولو ما صدقتوه موش الكتب ها موسى يعني الكتب يبقى أنتو إيه مش هتصدقوني مش هتصدقوني شوفي ده أول ما لقاب يقوله أنا معايا بعض من التوراة مش يتغير بس يقولك إيه هنا يقولك إيه فتغير وجه رسول الله أنا عايزة فواحد بيقوله أنت بشايف وشه تغير إزاي فقال له خلاص يا رسول الله ترعب ليه يا مريم رضينا بالله ربا وبالإسلام طب هو ترعب ليه ما خاف يسيبه ما بيقولك رضينا بالله ربا لأ ليه هذا معنى تاني لأنو التوراة هتكشفه إنه هو كذب لأن التوراة بتكلمش عنه أصلا بالزبط لا التوراة ولا الإنجلي تكلم عنه بتاتا 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 فهو من داي إنت حتكشفوني بقى إنت إيه عمر وبعدين إنت خايف لأنهم يقروا توراة بالزبط إنت قل وخوفك بالزبط لا يحرم لو إنت لو إنت وإلى الآن المسلمين ممنوعين إنهم يقروا توراو الإنجيل الشيخ شعروي قال له الشيخ شعروي مرة هل ممكن المسلمين يقروا الإنجيل فقال لا قال له إلا إذا عشان يطلعوا منه أخطاء وفي بلاد يعني المتعصبة جدا لو لقي معك إنجيل إنت بتبشر يقبضوا عليك ولو لقي معك الإنجيل وإنت داخل ياخدوه منك ويرموه فالإنجيل بالنسبة للإسلام خطر لأنك طبعا كلمة الله الحياة الفعالة تقدر نفس الروح بتاعت محمد خطر خطر لأنك إنت هتكتشف الفرق إنت مجرد أنا بدأ كل المسلمين إن أنت يعني إقرى الإنجيل كاسة كافة أنا بقولهم كاسة كافة يعني مش لازم تؤمن إن الكلام ده كلام ربنا وكلام كده كاسة كافة تعرف على الأقل في إيه اكتشف الفرق بنفسك محدش يتحك عليك ألز حاجة يا مارينا لما يقولك إيه قال له رضينا بالله ربا وإنت رسول والإسلام دين والإسلام دين الحمد لله الحمد لله أنا حظكم بصي يقولك إيه أنا أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من نبي عفا يعني إيه حظي يعني نصيبي بالبلد عنده زي بتجلي حتة فرخة دي منابي أنا حظكم أنا منابكم وإنتوا منابي إيه ده في حاجة كده ما فيش كده ما فيش كده ولا رسول ولا نبي من الأنبياء على مضار العهد القديم كله ولا حتى تلاميذ المسيح ولا أي حد عبر كده ده حتى المسيح لما كانوا التلاميذ ماشيين وراه وقال كلام شوية صعب فراحوا شوية مشيوا فقال لتلاميذوا اللي هم الاثناشر إنتوا كمان عايزين تمشوا وتسيبوني فراح واحد قال له إيه أين الناس هب يا رب وكلام الحياة الأبادية عندك صح يعني ما قالهوش لا أنتوا نصيب وأنتوا حصي وانتوا ما قالش كده اللي عايز يسيب يسيب اللي عايز يمشي وانتوا كمان وقال للتلاميذ وانتوا كمان عايزين تمشوا تفضلوا لأن اللي هيمشي واسق في نفسه واللي هيمشي هو اللي خسران بالزبط ربنا مش هي يعني ربنا مش مستني البناء دمين انت اتبعه هيكسب حاجة ربنا اللي هيتبعه هو أنا اللي هستفيد أنا اللي هستفيد مش ربنا ربنا بالنسبة له لا هستفيد بالعدد ولا هستفيد بحاجة طيب خلينا نشوف النقطة دي اللي جاية دي يا مارينة عشان حنكتشف حاجة معينة نفهم الأول كلمة اسمها التهوك التهوك إيه قالك التهوك السقوط في هوة في هوة الردى تمام وروي عن عمر ابن الخطاب انه قال للنبي ان نسمع احاديث من يهود تعجبنا رس الكلام تعجبنا افترى ان نكتبها ممكن نكتبها دعجبانا عمر صدمة نفسية بقى رئيبة فقال النبي امتهوكون انتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ايوة فعلا خلتهم بيضاء نقية ابيض يا ورد ابيض يا ورد قال ابو عبيدة معناه امتحيرون انتم في الاسلام حتى تأخذوه من اليهود هو حد يا راجل انت يا راجل يا طيب يا رسول الاسلام حد قالك ان احنا هناخده من اليهود بيقولك ده عجبنا نكتبه نكتبه ما فيش حاجة ليه انت قلت امتحيرون انتم وبعدين قال ابن سيدة يعني امتحيرون وقيلة معناه امتترددون ساقطون يعني انت هتترددوا انت هتسبوني هتسبوني انا خاف خاف جدا وبيقولك ايه التهوك هو التحير ها وفي الحديث من طريقا اخر ان عمر اتا بصحيفة اخذها من بعد اهل الكتاب ها يعني في اللي انا قلته ده جاي بيحكي له بيقوله فيه كلام بيعجبنا ممكن نكتبها لا فيه حد تاني في طريق تاني بيقوله ان عمر اتا بصحيفة اخذها من بعد اهل الكتاب ها فغضب وقال امتهوكون فيها يا ابن الخطاب يعني انتم متحيرون فيها انتم مش مصدقيني ولا ايه يا ابن الخطاب طيب مش هو المفروض نبي من نفس الانبياء من المصدر الله ده نبي وده نبي وده نبي يقوله وریني إيه اللي عجبك بالضبط وريني إيه اللي عجبك اللي اللي انت قريته عجبك يتخضي من غير ما يعرف ليه يقول له اه وريني زي ما المسيح قال اه قال لعما ايه هو ده ما تم عندكم لقوا المسيح قال ايه فتش الكتب ايه اللي هي تشهد لي اللي هي تشهد ايه ما حرمش الناس انها تفتش الكتب لا فتش الكتب مش خايف من حاجة لانك هتفتش الكتب وصلت في نفسه هتفتش الكتب هتعرف ان انت الكتب دي بتشهد لي فتش الكتب التي تظن ان لكم فيها حياة لانها ايه تشهد لي المسيح كان بيوصي دايما يا مرينا أن الناس تقرأ كان الناس يقرؤ في العهد الأديم والكتب لما شافت المزاي عمواز كان بيقولهم إيه شوفوا مكتوب هنا ومكتوب هنا ومكتوب هنا وشرح لهم حاجات كتيرة كانت غيبة عنهم هو نفسه شخصيا صح فهتم بالعهد الأديم العهد الأديم يتكلم عنه بس شوفي هو وصلهم لإيه أنهم يفكروا في العهد الأديم بصوا مكتوب عني إيه هنا وهنا 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 هو ده المكتوب راح في المجمع قال لهم هو ده اللي قدامكم قد تم يحنى المعمداني يحنى اللي هو ابن زكريا لما كان في السجن بيقول له انت أو ننتظر آخر قال له بص العمي كذا 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 وبيشرح له من العهد الأديم محمد قال إيه محمد طول الوقت خايف ووشه بيتغير وانتو حظوكم أنا حظوكم من النبيين انتو بخظي محدش يقرأ أو تسبوني حبل وحدي ولو أصبح فيكم موسى واتبعتموه ضلالتم ضلالتم هو موسى موسى ضلالي بيضل يعني بصي بص يا الأخوة المشاهدين وخصوصا على الواجهة لأخوص الأخوة المسلمين المسيح قال يفتشوا الكتب التي تظنوا أن ليكم فيها حياة شاوة فأنت بتظن أن القرآن أنت كذن يعني أن القرآن ليك فيها حياة أو أن ده اللي بيوسلك ربنا بص في القرآن شوف مين الخلق الله المسيح يخلق ما تقوليش بإذن الله لأن ده طريقة الله في الكتابة أنه يقول بإذن الله شوف مين كلمة الله الله وكلمته واحد زي وانت وكلمتك واحد الله وكلمته واحد الوحيد الذي اسمه كلمة الله هو المسيح المسيح هو يحيي الموتى الوحيد اللي بيحيي الموتى مين هو الإله كل من يحيي العظم وحي رميم الذي أنشاهها أول مرة فأنت الكتاب حتى كتاب الكرآن بيقولك أن الذين تدعون من دون الله يخلقوا زبابا ولا يكتون عليهم ما قالش إلا بإذني أو إلا كذا فإنت دلوقتي كمسلم القرآن بيشهد للمسيح إنه خالقوا محيمة ويعرفوا الغيب كل الصفات الإلهية وإنه كلمة الله فإنت ابحث ودور وتأكد هل أنت على طريق الصح ولا لا ونلتق بيكم في الحلقة القادمة